موسيقى مرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي الحديث عن ما يسمى بسرقة القرن منذ سنوات مجتعل الآن عاد واشتعل الحديث عنه بشكل كبير جدا الحديث ربما اشتعله بعد مقابلة أجراها المتهم الأول في سرقة القرن في سرقة 2 مليار والبعض يقول أنها أكثر من 3.5 مليار أو 5 مليار هكذا الحديث من الأمانات الضريبية أجروا للقاء تلفزيوني وتحدث تصريحاته كانت صادمة الكثير ممن كانوا يتعاونون معه الذين كانوا يسهلون له الأمور والذي شركاء يعني حتى نكون دقيقين شركاء هو قال أنه ماكو شيء اسمه سرقة القرن هذه كذبة كبيرة هناك عدد من المسؤولين الذين يفتزونني الذين كانوا يجاملونني الذين كانوا هناك يعني أصرف عليهم قال أنه هناك رئيس كتلة نيابية سياسية كان يعني كان يعتمد علي في معيشته أو في حياته كنت مرفهة وعندما حدثت الأزمة التصالبية وقال انقطعت خمزتي هكذا قال يعني يعني توقفت مصالحي واستفادتي وقفت هكذا يقول وقال أنه أحد النواب الذين يهرجون ويتحدثون عن النزاهة كثير هذا طلب مني بشكل يعني اتهامات واضحة قال هذا طلب من عندي بشكل مباشر قال أنه يعني أريد أن تعطيني بيت مساحة 1200 متر في منطقة المنصور في شارع الأميرات وهذه منطقة معروفة في بغداد وفي العراق كلها منطقة غالية جدا جدا ومساحة 1200 متر يعني كيلو متر و200 متر في شارع الأميرات تلطيني وحتى أسكت والدولة هذا طبعا النائب هذا معروف عند العراقين فخرج قال أنه الدولة اللي تفرق خشم هذا واللي تكسر رقبته ورأسه هذه لا يمكن اعتبارها دولة هكذا الوضع يعني يعطي خير مثال المقولة أو المثال يقول عندما يختلف اللصوص تظهر الحقيقة وتظهر السرقة اختلفوا فيما بينهم فظهرت حقيقة السرقة ظهروا الصراق اختلفوا اللصوص فيما بينهم ظهرت السرقة وظهروا الصراق كلهم ظهرت أصمار فهو الآن يهددهم وهم يهددونه وبالتالي الشعب العراقي يعني خرج هذه المعادلة يعني فقط مشاهد متفرج على هذه المسرحية الرثة المؤذية ويقوله كل تحشي على الوضع العراقي لأنه يعني وضع ممتاز وتجربة عظيمة وتجربة ثرية تجربة هذا وجه بسيط من أوجه هذه التجربة القبيحة التي أذلت العراق وأذلت العراقين ودمرت العراق وهذا ما لا علاقة لا بشيعي ولا بسني ولا بكردي ولا بعربي هذا لا علاقة بالناس الذين يعكمون عقولهم وإراداتهم وإنتماءهم وإن فكرهم وشيردون 21 سنة ليست قليلة من كان يريد أن يبني العراق لكان بنى العراق تجربة من أرواع ما يمكن أموال متوفرة دعم دولي وأقليمي متوفرة من كل الصنوف منظمات شتريد موجود لأول 21 سنة في تاريخ العراق الحديث منذ عام 1921 لغاية الآن هذه 21 سنة الأخيرة هي التي حظي فيها العراق بتأييد شامل على المستوى الأقليمي وعلى المستوى الدولي وعلى مستوى كل المنظمات ويغضون البصر عن كل تصرفاتهم 21 سنة من المعاونة من الاهتمام من محاولة الخروج بهذه التجربة بصورة جميلة لكن الصورة من أسوأ ما يمكن فهؤلاء الذين جاءوا للعراق لم يأتوا للبناء جاءوا للهدم والخراب والتدمير وهذا وقع الحال ولا كانت تجربة غير شكل فهذا ما لا علاقة تكون شيعيا تكون سنيا تكون كرديا تكون عربي إلى علاقة بالإطار الذي تعمل فيه بالعملية السياسية برؤيتك بتصميمك بإدارتك بسلطتك هذا الأحلاقة الشيعة مظلومين مثلما السنة مظلومين مثلما الكرد مظلومين مثلما كل الفئات العراقية مذهبيا دينيا عرقيا كلها مظلومة من قبل هؤلاء الذين في العملية السياسية والذين يدعون تمثيلهم لكل الفئات العراقية هم كذب بعيدين عنهم هل هذا البرلمان يمثل العراقيين هل هذه الحكومة تمثل العراقيين هل هذه المؤسسات وهذه المزارات تمثل العراقيين هل هذه القوى الأمنية والعسكرية تمثل العراق وتمثل إرادة العراق وفكر العراق أبدا مجاميع معينة تنتمي إلى رايات معينة صغيرة وهذه الرايات تنتمي إلى الخارج أقليميا إيران تتحكم ما أخذه ورش كبير وأمريكا ما أخذه ورش كبير وبريطانيا ما أخذه معرف منه وعلى الساحة العراقية كل القوى الدولية وكل كل أجهزة المخابرات الدولية والإقليمية كلها على الساحة العراقية وكلها إلها نصيب وكلها إلها تحرك في أي سيادة أي استقلال أي مصيبة أي بلد أي تجربة ناحضة ويتحدثون الآن عن سرقة القرن وواحد يتهم الله ودائما ما كانت كل السرقات كل السراقه يتهمون ويخرجون وينشرون غسيلهم هذا الوسخ على الحبال وتظهر يعني تظهر شلل وتظهر عصابات وتظهر أسماء كثيرة لكن ما الذي حصل خلال 21 سنة يعني من من الأسماء هذه التي ذكرت كلها وذكرت مشاركتها في سرقة العراقيين وفي النهب وفي الفساد تمت معاقبتها وتمت ملاحقتها أبدا يعني كثير وين اللجانة التحقيقية التي شكلت مئات الآلاف ملايين اللجانة التحقيقية التي شكلت وش توصلت ودائما ما نقول ودائما ما قالوا غيرنا ويعني وأخذناها منهم أنه إذا تريد أن تسوف قضية في العراق شكل لها لجنة وكذا يشكله اللجان وبالتالي في التحقيق يتشاتمون بالإعلام وهم في الغرف المظلمة في الغرف البعيدة أحباب ويتشاركون مصالحهم هذه كارثة وبالتالي من هو المنهوب يعني من هو الخاسر في كل هذه العملية الذي هو هو الشعب العراقي الذي هو الآن في موقعه متفرج فقط يتفرج على هذه المسرحيات الهزيلة والمبكية في نفس الوقت شنو سريق شنو اثنين مليار واني راح أجي وحاكموني محاكمة معلنية راح أفضحهم وهذا شتمة وذلك الشتمة وكل واحد يقول هذه مو دولة إذا ما تكسر راسه وإذا واي قضية كبيرة جدا يعني هو الأساس أنت تعود إلى الأساس من يقول أنه أنا جيت للعملية السياسية اللي أصلح هذا الحال فهو يعرف أنه هذه العملية السياسية فازدة وفيها إرادات مرهونة للخارج وكيف تدار فهو دخول إلى هذه العملية السياسية قبول بكل شروط إذن هو جزء من عدها من يمدح هذه التجربة هو جزء من عدها من يقف إلى جانب هذه التجربة ويمجد لهذه التجربة هو جزء من عدها بغض النظر عن انتماءات عرقية عن انتماءات طائفية انتماءات مذهبية هذه ما لا علاقة نحن لا نحكم بالمذهب ولا نحكم بالعرق نحن نحكم بعراقية الإنسان بنزاة بشرفة بتفكير بعراقيت هكذا هكذا يحكم العراق أما أن تحكم يعني طائفتي يجب أن كذا والطائفة الفلانية والطائفة الفلانية مشكلة كبيرة العراق 21 سنة من سيء إلى أسوأ تجربة رثة ومصيبة ولو كانت هذه التجربة والله 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 لو كانت هذه التجربة يعني بعيدة عن تصميم الأمريكان وكل الدول الاستعمارية هذه التجربة لو كانت بعيدة عنهم لا قاموا الدنيا ولم يقعدوها على هذه التجربة ولا زادوها لكنها هذه التجربة هي صنيعاتهم وهم يريدون هذا ويردون في العراق أن يكون هكذا يريدون أن يكون ضعيفا مشتتا تأكله الفتن الطائفي والخطاب الطائفي والتناحر والفساد والخراب هذا واقع الحال وبالتالي يعني سرقة القرن لا أعرف منه هي بس هي سرقة القرن بس 2 مليار ما أنتوا أكثر من 1500 مليار دولار والدات العراق أكثر خلال الـ 21 سنة والراحة هي بس الـ 2 مليار ما هي هذه فقط سرقة القرن وناس ترقو وزراء ترقو 4 مليارات و5 مليارات دولار وراحلوا الخارج وقعدوا تهريب الأموال إلى خلال إيران اقتصاد إيران ما يقفوا على الرجلية وهي دولة محاصرة مع الأسف الشديد وقد هذه الحلقة قد انتهى عزيزي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة